عزيزات التلميذات، أعزاء التلاميذ، سعيد بلقيائكم في هذا الدرس المتعلق بمادة التاريخ والجغرافية سبقا رأيتم في المجزوء الأولى خلال الموسم الدراسي الحالي في مادة التاريخ والجغرافية تحت عنوان العالم المتوسطي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وذلك من خلال محوارين هما المحور الأول أوروبا الغربية والتطور نحو الحادثة والمحور الثاني تناول العالم الإسلامي بين التحول والتقليد أما في هذا الأسدس الثاني من الموسم الدراسي الحالي سنتناول المجزوء الثاني تحت عنوان العالم المتوسطي في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي تتفرع بدورها إلى محورين أساسيين هما المحور الأول أوروبا الغربية وإرساء الحادثة المحور الثاني أوضاع العالم الإسلامي وبداية محاولات الإصلاح يبدأ المحور الأول من المجزوء الثانية بضرس عصر الأنوار الفكر الإنجليزي والفكر الفرنسي ويتناول هذا الضرس المحاور التالية المحور الأول مفهوم عصر الأنوار ووسائل انتشار أفكاره المحور الثاني بعض الأفكار السياسية في إنجلترا خلال القرن الثامن عشر أما المحور الثالث فيتناول بعض الأفكار السياسية في فرنسا خلال القرن الثامن عشر بالنسبة للمحور الأول المتعلق بمفهوم عصر الأنوار ووسائل انتشاره يمكن أن نعرف عصر الأنوار بكونه هو عصر التنوير أو المعروف أيضا بعصر المنطق وهو حركة فكرية وفلسفية هيمنت على عالم الأفكار في القارة الأوروبية خلال القرن الثامن عشر للميلاد وقد تضمن مجموعة من الأفكار التي تركز على سيادة العقل والحواس باعتبارها مصدرا أساسيا للمعرفة وعلى المتل العليا كالحرية والتسامح والإخاء وفصل الكنيسة عن الدولة وقد قاد هذه الحركة الفكرية مجموعة من الفلاسفة الإنجليز والفرنسيين أما الآن فكيف انتشر فكر فلسفة الأنوار في أوروبا الغربية وما هي الوسائل التي تم بها انتشر فكر فلسفة الأنوار عبر قنوات أربع أساسية أولا الصالونات التقافية وهي صالونات كان يجتمع فيها كبار الفلاسفة والمفكرين والأدباء في صالونات السيدات الفاخرات في فرنسا مثل السيدة جوفران كما انتشر فكر الأنوار بواسطة الموسوعة وهي عبارة عن مؤلفين ضخم تكون من 28 جزءا أشرف على تأليفه دينيس ديدرو والدالونبير وقد تضمن هذا المؤلف الضخم جميع المعارف والمعلومات التي كانت سائدة إلى حين ذلك العصر القناة التالتة التي انتشر بها فكر الأنوار هي المقاهي حيث كانت فضاء يجتمع فيها الناس يقرؤون الجرائد بصوت مرتفع ويناقشون فيها ما ورد فيها من أفكار ومفاهيم جديدة في ذلك العصر مثل الحرية السعادة الديمقراطية وغيرها وأخيرا القناة التالتة التي انتشر بها فكر الأنوار وهي المكتبات والأكاديميات حيث كان يستغلها رواد أفكار فلسفة الأنوار لنشر أفكارهم ومعلوماتهم الجديدة الآن ننتقل إلى المحور الثاني الذي يتعلق بأثر فلسفة عصر الأنوار على الفكر السياسي الإنجليزي بالنسبة للأفكار السياسية في إنجلترا خلال القرن الثامن عشر يمكن أن نطلع على بعض الأفكار السياسية من خلال مفكرين أساسيين هما توماس هوبز وجون لوك بالنسبة لتوماس هوبز هو فيلسوف إنجليزي عاش ما بين 1588 وسنة 1679 للميناد من بين واضع النظريات السياسية الحديثة يشتهر بنظرية الميثاق السياسي وقد دافع هذا الفيلسوف عن نظام الحكم المطلق وضرورة تنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية كما اعتبر أن العلاقات بين الناس قد مرت بمرحلتين مرحلة ما قبل المجتمع وهي مرحلة تمتع فيها الإنسان بحقه الطبيعي المتمثل في الحرية المطلقة المرحلة الثانية وهي المرحلة المجتمعية حيث اتفق الناس خلالها على وضع قوانين وقواعد عامة أي قانون طبيعي يتنازل كل واحد على جزء من حريته لكي يستطيع العيش في جماعة بالنسبة للمفكر الثاني جون لوك فهو فيلسوف إنجليزي عاش في القرن السابع عشر ما بين سنتي 1632 و 1704 اهتم هذا الفيلسوف بالمعرفة البشرية خاصة الأخلاق والسياسة نادى بالحقوق الطبيعية للإنسان أي أن لكل شخص حق السيادة على نفسه كما قال أيضا بعدم قبولي أو بعدم حقية الحاكم في التطاول بالقوة على القانون دعا أيضا إلى ضرورة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية واعتبر أن السلطة التشريعية هي أعلى سلطة في البلاد ثم الآن ننتقل إلى الأفكار السياسية في فرنسا من خلال نموذجين من المفكرين هما فولتير و جون جاكروسو بالنسبة لفولتير فهو رجل أعمال فرنسي من فئة البورجوازية عاش في القرن الثامن عشر حيث ازداد سنة 1694 وتوفي سنة 1778 وهو معروف بنظرية الاستبداد المستنير كما أنه معروف أيضا بمطالبته بالمحافظة على التراتبية الطبقية في المجتمع دعا إلى الاستبداد المستنير أي أن يكون الحكم لصالح الشعب وأن تكون السلطة في يد شخص واحد أي بورجوازي غير مستبد وبذلك تعرف نظريته بنظرية الاستبداد المستنير بالنسبة لفيلسوف آخر هو جون جاك روسو وهو مفكر وفيلسوف فرنسي عاش أيضا في القرن الثامن عشر ما بين سنتي 1712 و 1778 من مؤلفاته العقد الاجتماعي رفض الاستبداد بكل أشكاله وأكد على إعطاء السيادة للشعب ودوره في وضع القوانين نادى بالحرية والمساواة والمطاق الاجتماعي كما دعا في كتابه إلى أن الشعب هو الذي يضع القوانين وبالتالي يعتبر من دعاة بناء النظام الديمقراطي كما لا نغفل أيضا مفكرا فرنسيا آخر يدعى مونتيسكيو وهذا الشخص دعا إلى ضرورة فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لتحقيق الحرية إذن نستنتج من خلال محاور هذا الدرس أن الفكر السياسي لعصر الأنوار قد ساهم بشكل كبير في اندلاع طورات اجتماعية وسياسية سواء بأوروبا أو خارجها ومن أهم الطورات التي عرفتها أوروبا الطورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر فكيف اندلعت هذه الطورة؟ ما هي أسبابها؟ وما هي المراحل التي مرت منها؟ وما هي أبرز نتائجها؟ وذلك ما سنراه إن شاء الله في الدرس القادم شكرا عزاء التلميذات عزاء التلاميذ على انتباهكم وإلى درس لاحق إن شاء الله